السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي أخوان هذا التطبيق أنصحك أنك تحمله تطبيق عملاق عبارة عن مدير ملفات لكن مبدئيا التطبيق مجاني بالكامل ثانيا متوافق مع أجهزة الآيفون والأيباد وأجهزة الأندرويد وأجهزة الكمبيوتر سواء كان ماك أو حتى ويندوز سجل فيه حساب بريد إلكتروني بيعطيك منظومة كاملة يعني مدير ملفات تقدر تحط فيه أي نوع ملف صور فيديوهات ملفات صوتية ملفات PDF ملفات Office اللي يكون تقفله بالبصمة بصمة وجه أو بصمة أصبع أو كلمة مرور يعطيك مساحة مجانية نص تيرة 500 جيجا بايت تقدر تنشر برابط أي شي بداخل التطبيق أي أحد يقدر يشوف ما بداخل هذا الرابط سواء كانت الملفات بأنواعها وتقدر تحدد تاريخ ووقت ينتهي فيه صراحية الرابط وتقدر تنشئ بداخله مجلدات وتشارك فيها أصدقائك يقدر يطلعوا عليها بس يشوفوها أو يقدروا حتى يعدلوا عليها حيفيد أصحاب العمل جدا كثير لو أنتم مجموعة شباب مزافرين يصير كل واحد يرفع الصورة اللي هو التقطها في نفس داخل هذا المجلد الكل يشوفها الكل يقدر يحتفظ فيها تطبيق موسوعة رابط التحميل بتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان هذا هو التطبيق بنحمله مع بعض وخلينا نشوف خطوة بخطوة كيف نقدر نستفيد من هذا العملاء أول ما بتحمل التطبيق وتفتح التطبيق هذه هي واجهة التطبيق هذه هي واجهة التطبيق يا أخوان أول ما بتفتح التطبيق لأول مرة في حياتك في عندك sign in اللي هو تسجيل دخول وفي create your account اللي هو إنشاء حسابه طبعا عيبة التطبيق الوحيد إنه لا يدعم لغة العربية ولكن التطبيق جدا سهل وبسيط وبنشرح بالتفصيل الآن هنا حتسجل إيميلك الخانة الثانية اسمك الأول اسمك الأخير بهذا الشكل بعد أن نضغط على next الآن هو هنا جاب لي كلمة مرور اقترحها الآيفون وتقدر تغيرها وتحط هنا مثلا في الخانة الثانية أيضا اللي هو تكرر نفس الكلمة اللي حطتها هنا الآن حطت كلمة مرور كررتها بضغط على sign up حفظ كلمة السر أو لا على راحتك بيقول إن إحنا أرسلنا بريد إلكتروني إلى إيميلك اللي أنت سجلته عشان تفعل الحساب فبنتجه إلى البريد الإلكتروني وهنا اللي هو مستطيل التفعيل فقط بتضغط عليه وبيتم تفعيل حسابك بنجاح طيب الآن بنترجع للتطبيق ننتظر عليه فقط ثواني لحد ما يتعرف أنه خلاص تم التفعيل خلاص الآن خلصنا طيب فتح عندنا التطبيق بهذا الشكل عندنا هنا الخيارات الأساسية بالأسفل all files اللي هي جميع الملفات والمجلدات links اللي هي الروابط علامة الزائد offline وعندنا el setting طيب علامة الزائد من هنا نقدر نضيف أي نوع ملف سواء صور أو فيديو من ألبوم الصور سواء نقدر نلتقط من الكاميرا أو نسوي سكان لأي ورقة أو نرفع أي نوع ملف موجود عندك في تطبيق الملفات ملف صوتي ملف فيديو ملف PDF اللي يكون طيب خلينا على سبيل المثال أول شي ننشئ مجلد create folder وبنخليه على سبيل المثال test create الآن يعني أنشأنا المجلد بنجاح الآن لو سوي نرجع صار عندنا المجلد اللي احنا سوناه وampity اللي هو فاضي طيب لو ضغطنا السهم اللي من هنا نقدر نثبت هذا المجلد مثلا في أعلى الصفحة نقدر rename اللي هو نعيد تسميته نقدر نحذفه نقدر ننقله إلى مجلد آخر أو إلى مكان آخر ونقدر هنا الميزة الرهيبة جدا لو أنت زملاء بالعمل أو أصدقاء في رحلة سفر أو إلى آخره تقدر تسوي share اللي هو مشاركة تقدر تضيف أشخاص عن طريق إرسال دعوة لهم بالبريد الإلكتروني وهذه الدعوة يشملوا أنه يقدر يعدل على هذا المجلد أو فقط مشاهد أو تختصر الكلام وتعطيه اللي هو share with link اللي هو تنسخ رابط هذا هو الرابط اللي بتعطيه أصدقاءك تقدر تحدد متى ينتهي فتح هذا الرابط تقدر تعين كلمة مرور أيضا ما يقدر يفتح الرابط إلا لما يحط كلمة المرور هذه عشان ما يوزع الرابط لناس ثانية وبعدها بتضغط على activate اللي هو تفعيل طيب لو دخلنا على نفس المجلد ضغطنا على متى الزائد نقدر مثلا نسحب صورة من ألبوم الصور أو فيديو أو إلى آخر وبنسوي أضافة الآن هو بيرفعها في نفس البرنامج طيب هو فين رفعها؟ رفعها من ضمن المساحة اللي معطيك إياها لو رحنا لإعدادات حنلاحظ هنا معطيني تقريبا 503 جيجا بايت تقريبا نص تيرا لو فتحت هذا الخيار كاميرا upload إذا بيأخذ نسخة احتياطية من الألبوم الصور عندك سواء صورة أو فيديوهات بس هو يجي مقفل وخليه مقفل عشان لا يرفع لك كل صورك وفيديوهاتك ممكن تكون أكثر من نص تيرا فبالتالي أنت استنفدت المساحة على الفاضي فخلي هذا البرنامج يعني تحفظ فيه الملفات المهمة اللي ما تبغاه تكون فيه ألبوم الصور الفيديوهات يعني بعض الأشياء تكون تبغاه بكلمة مرور لأنه من ضمن مميزات هذا التطبيق أنك تقدر تقفلك كلمة سر وبصمة الوجه فمن هنا تقدر تغير كلمة المرور ومن هنا تقدر تعين اللي هو القفل فهنا بيطلبك مثلا تحط رقم سري next تكرره وبعدها done فبعد ما عيننا كلمة مرور هنا بنفتح خيار اللي هو الفيس اي دي أو بصمة الأصبع لو كان جهازا كده عن بصمة الأصبع بكده لو خرجنا مباشرة من التطبيق وجينا نفتح التطبيق مرة أخرى حيطلبنا اللي هو بصمة الوجه كده أنت احتفظ بملفاتك سواء صور أو فيديو أو أي نوع ملف أي صيغة كانت بكلمة مرور وبصمة وجه طيب من مميزات أيضا هذا التطبيق زي ما ذكرت لك في بداية الفيديو أنك تقدر تحمله على جهاز الكمبيوتر أو حتى أجهزة الأندرويد فالتطبيق يدعم جميع الأنظمة آي او اس آيفون آي باد كذلك أندرويد كذلك الدسكتوب سواء كان ماك أو حتى ويندوز ولو تسجلت دخول بنفس حسابك هتحصل ملفاتك اللي موجودة هنا مثلا في الآيفون موجودة نفسها في الماك موجودة في الويندوز موجودة في الأندرويد يعني نفس التطبيق نفس المساحة لحسابك موجودة في جميع الأجهزة زي ما شفنا مع بعض بالإضافة إلى اللي هي ناحية الخصوصية والأمان فالتطبيق يقول لك مشفر من وإلى يعني من الطرف للطرف هو ما يتدخل في أي شيء ولا يطلع على أي شيء لو أنت حابب تحمله روابط التحميل بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو لجميع الأجهزة ولجميع الأنظمة بكذا كنت وصلت معاكم نهاية الفيديو إن شاء الله كنت أفتت كلوبة معلومة بسيطة يعطيكم ألف عافلة لا تنسونا من ليكو سبسكرايب في القناة في أمان الله